بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل في هذه الحصة ما بدناه الحصة الماضية والي هي حقة الجداول السؤال اللي طرحته لماذا استعملت هذه الجداول قلنا لأظهار خواص يمكن قياسها أو حسابها ولكن يمكن استنتاجها مباشرة بما أنه جميع العلماء حسبوا هذا الأمر وتأكدوا منه أيضا نعيد أو نكمل الجداول هنا بإظهار تقريبا الصفحة الأولى من كل جدول B11, B12, B13 and B14 and نظهر فيها إيش راح تحسب لي إن شاء الله فهنا كزي ما قلنا بالنسبة للتابل B11 أول شيء إيش راح يظهر لي Saturated Water قلنا بما أن B11 راح يظهر لي الخواص بالنسبة لل Saturated Water لكن يكون المدخل حاجة إيش هو درست الحرارة فمثلا لو أعطيت هنا درست الحرارة تساوي 30 درجة وطلبت منك Specific Volume of Saturated Liquid فإيش راح تسوي راح تروح هنا مباشرة تاخذ هذه الخاصية فتصبح Specific Volume of Saturated Liquid تساوي هذه النتيزة 0.01004 إيش الوحدة متر مكعب لكل كيلوغرام لو طلبت أيضا لـ 40 درجة مئوية وطلبت Internal Energy أو Specific Internal Energy هنا نأكد على كلمة Specific Internal Energy بالنسبة لل Saturated Vapor لهذه الدرجة الحرارة فرح أنه نروح هنا إلى 40 درجة إلى هنا إلى هذه النقطة فتصبح Specific Internal Energy بالنسبة لل Vapor تساوي 2430.11 كيلو جول بير كيلوغرام هنا فقط للإشارة قلنا أنه F هنا تمثلي إيش؟ الـ F تمثلي زي ما قلنا Saturated Liquid الـ G أيش تمثلي؟ تمثلي Saturated Paper النقطة FG فلو نلاحظ هنا VFG لو طرحنا هذا من هذا راح نحصل A نحصل VFG فنعيد المعادلة VFG تساوي VG ناقص VF إن شاء الله راح نستعمل VFG لكن VFG يمكن تذكر ولو قليل التيبل الثاني اللي هو B12 قلنا هو نفس التيبل يمثل A Saturated Water لكن هنا كان نلاحظه أضفنا Pressure Entry يعني الدخول أو المدخل هو الضغط فهنا راح نلاحظ أنه العمود الأول هو A الضغط هنا للإشارة بما أن الضغط معطى هنا مثلا 7.5 إيش الوحدة كيلو بسكل ننتبه هنا للوحدات شباب ننتبه كثير للوحدات يعني في المسائل تعطى وحدات أخرى ولكن في بعض الطلبة يخطو في هذا العمل فننتبه للوحدات هنا 7.5 كيلو بسكل راح نلاحي هنا درس حرارة بجنبها درس الحرارة هذه إيش مثل لي؟ مثل لي إيش؟ مثل لي طبيعي جدا نتمثل لي Saturation Temperature يعني عند 7.5 كيلو بسكل يبدأ الماء بالغنيان عند 40.29 درجة مئوية نفس الشي هنا لو طلبت منك Specific Volume في هذا الضغط Specific Volume حق Saturated Vapor فمباشرة راح تروح هنا لهذه النقطة لا ما لهذه النقطة طبيعي جدا ننتبه هنا هنا Saturated Vapor ننزل هنا فننتبهوا Saturated Vapor Specific Volume لـ Saturated Vapor لهذا الضغط طبيعي جدا راح يكون هذه النقطة فتكون النتيجة 19.23775 الوحدة ما ننساها هي متر مكعب بكل كيلو جرام أيضا لو طرح السؤال الآخر 20 كيلو بسكل وطلبتك في Saturation Temperature لهذا الضغط الإجابة راح تكون A60.06 الوحدة درجة مئوية أيضا نطلبك مثلا في الـ Internal Energy أو نننسى هنا Specific Internal Energy ليش؟ للـ Saturated Liquid فرح تروح بدرس الحرارة هذه على نفس الخط وهنا هذه ليش؟ لأنه هنا Saturated Liquid وهنا Internal Energy ننزل مباشرة إلى هذه النقطة نحصل هذه النتيجة بالنسبة للـ B13 B13 هنا قلنا أنه هنا يتكون من مجموعة جداول يمثل لي كل شيء ضغط معين فمثلا هنا نطرح السؤال استخرج لي Specific Internal Energy عند إيش؟ عند ضغط يساوي 10 كيلو بسكل ودرجة حرارة تساوي 700 درجة مئوية فهنا إيش رح نسوي؟ أول شيء هل نقدر نروح للجدول الصغير هذا؟ يعني الجدول الصغير هذا أو هذا الجدول؟ هنا طبيعي جدا بما أنه رح نستغله في 10 كيلو بسكل فرح نستغل فقط هنا إيش؟ وين شباب تحديدا؟ وين رح نستغل؟ يمين أو يسار؟ بالطبع هنا رح نستغل في هذا الجدول تحديدا في هذا الجدول المطلوب هنا Internal Energy عند درس حرارة كم قلنا؟ 700 درجة مئوية ناخذ 700 درجة مئوية هنا وقلنا Internal Energy هايش؟ هذه Internal Energy أو ما ننسى أيضا Specific Internal Energy ننزل طوالي إلى هذه درجة الحرارة نحصل هذه النتيجة هنا بالنسبة ل Specific Internal Energy للضغط 10 كيلو بسكل و700 درجة مئوية تباعا هذا الأمر أو الصفحات اللي بعد تقريبا نفس الفكرة دائما لو مريت لآخر شي في هذه المحاضرة Table B14 هذا الجدول B14 يمثل ل H Compressed Liquid Water أيضا هذا الجدول يقسم إلى جزئين وراح نستخلص النتيجة بنفس الطريقة اللي استعملناه بالنسبة لل Superheated Vapor أو B13 هنا نكون خلصت المحاضرة إن شاء الله تكون واضحة بالطبع يلزمك ترزع للمحاضرة اللي قبل عشان تفهم الجداول باستعمال هذين المحاضرتين فقط أود الاشير إلى الانتباه إلى الجداول وكيفية استعمالها لو تسمحوا أود الاشير إلى هذه النقطة تحديدا فقط هنا أود طرح سؤال B13 هذا الجدول خاص بالSaturated Liquid Water Liquid Vapor Mixture أو Superheated Vapor أو Compressed Liquid